من ضمن الحاجات اللي بتتقال وده الحاجات احنا بنسمح يعني بنسمح ان عهد جديد مع الكابتن حسام حسن وكابتن حسام حسن وحيبتدي يفكر انه ينزل بالأعمار وكله بيكتهد انا عايز اقولك حاجة ده الاجتهادات ده كلها انا قد اتنظر بتضر حسام حسام اقمن انا ده انا بقولك اصحا حاجة ده انا بقولك بيكتهد ومشين نص الفرقة ولا تلت ترباحها ولا 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 بس انا قصدي ان انا بما ان انا كنت بكلمك في السن اللي هو بتاع زيكو وعلي زعزع والناشئ ده هل فيه لعيبة لفتت نظرك في السر ده لو فعلا الكابتن حسام حسن هعمل كده اه يعني انا بقى لفضل انا بقى لعبة المهمة جدا بالليزبالي اسمه عادل بتاع بيرامدز ابراهيم عادل انا شاف ان ده لعيب لازم بفنتخب مصر بيالحب ده وجهة نظر ما بلعبش دلوقتي اللعبه قل رمضان صبحي لازم يبقى موجود بقى له فترة بعيب لعب مهمة جدا برضو يعني فيه لعيبة كده اعرف زيكو لازم بقى انا وجهة نظر يبقى برضو ليه دور زعزع لعيب مهم فيه فيه يا ركفة محمد شكري بالباكلفت تعالي سراميكا لعيب كويس لعيب كويس بس خلشكله مش عاجبك قوي عشان ايه لعيب كويس لا بحبه والله بس يعني فيه فيه ناس كده بحسها يعني لحد هنا لحد الجزء ده مش اكتر من كده سخد بالك يعني هو يعني الكلام ان هو خلاص راجع لنادي الاهل السنة الجديدة ويبقى مع علي معلول او بديل علي معلول او الناس برضو يعني شايفة فيه يعني حاجة لعيب كويس خلاص ناشى مع كريمي دي بيس لعيب كويس ببالعرفش أصلا وولما لعب وخاد السنة اللي فاتت كان كويس جدا وكان محتاج يكمل وما خدش فرصة برضه ودلوقتي عندك عمر كمال بقى بيلعبك لو انت مثلا لو معك كريم وشكر الاتنين قدامك تتفضل مين لو انت اللي ماسك وانت اللي مدرب قدامك كريم وشكر كريم كريم اه طبعا ليه لا كريم لا يب مهم جدا كريم محتاج ماتشاط بص انا دايما انا بشوف ان فيه لعيبة محتاجة وقت وماتشاط يعني مثلا مصطفى شبير انا مصطفى شبير طلبته من ثلاث سنين وانا في الجون وكلمت كابتن شبير مباشر الاول عشان انا بحاول يعني بقى اي طريق ان انا عايزه معايا ليه انا شافه عنده موهبة وجون كويس جدا فهو محتاج ايه محتاج مكان هادي ومحتاج حد يدلو يعني هتلعب وياخد ماتشاط كتير من ثلاث سنين مكان هادي وكل حاجة بس انت كده كنت كناش نضمن انه لو خرج يرجع لأ ده يرجع ونص ده يرجع ونص لأ طبعا يرجع وكان زبانه بيلعب اصلا من سال ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه الفترة اللي فات اه لا حاجة حاجة محترمة جدا هو عنده موهبة هو بص الممارسة والمواقف فيه بذات لجوان يعني المواقف هيه اللي بتخلق حارس مرمى كبير المواقف المواقف ده هيشوفها فين لازم ينزل فكان في اللجوانة كان عندي انا بكلمك من ثلاث سنين فاته كان اللاعب على الأقل دلوقتي كان ماتش النسبة دي كتتفر معك كمان في بعيدا عن شخصيته هو يعني هو شخصيته الحمد لله من الناس اللي بتعجبني جدا لأنه هو الموقف اللي عمله في الماتش اللي غلط فيه فاكر اللي هو بيبصيها راح تجيبون فكان في السوبر ماتش في مودرن فيوتش ما دخل عليها عمر السعيد انا اول رد فعله ده ما شفته قلت لأ ده أنا مش ألان عليه خلاص ده ما تدواش عليه ده هيعدي دا هيمش عادي عارف الكاركتر اللي هو مش صغير وغلط وماش حدث اللعيب برضو علشان ايه الكلام بيبقى دايما متناقض يقول لك اللعيب ده والتبعيد بقى له فترة ده محتاج شوية وعندك ستيلات لعيبة معينة تغيب مهما تغيب وأول ما تجيبها وتلعبها يبقوا كويسين أو طب الدنيا ماشية فين هنا ولا هل هي حفوظ ولا هل هي دي قليلة دي نوعية قليلة قوي إنه لو أنا عدت لك في اللي أنا شفته اثنين ثلاثة إنما فعليا على أرض الواقع أي حد محتاج وقت ليه محتاج وقت لأن إحنا معندناش لسه ما وصلناش لأن الفرق بتاعتنا منظمة كفاية يعني إيه منظمة كفاية يعني اللعيب عارف هو واقف بيعمل إيه أو هو بيدافع بيعمل إيه أو هو بيهاجم بيعمل إيه يعني في لعيبة مش عارفة الواجبات دي فبالطبيعة لما حد بيجي يدخل في سيستم تلائد سيستم بويز وقت شوي